أهلا بكم من جديد نجحت هيئة قناة السويس في إعادة تعويم السفينة جلوري بعد أن أصابها عطل فني مفاجئ أثناء مرورها بالقناة ووجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة وأوضح أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل مكينات السفينة جلوري في الكيلو متر 38 وهي السفينة عابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجها إلى الصين وأشر رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه يجري العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد أربع قاطرات لتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل ترجمة نانسي قنقر